لو تركحها معنا بالتراويح ما في نفط فيصل العيسى يغزل إبراهيم الفريان ولأول مرة في أمريكا وأخبار وسوالف أكثر في حلقة جديدة من سوالف رمضان معي أنا عبد الرحمن السيد ونقول لكم كالعادة يا مرحبا بكم ولعت مواقع التوصل الاجتماعي في فيديو لمسلمين يقومون بأداء صلاة التراويح في أشهر ميدان في مدينة نيويور في التايم سيكوير بالتحديد لأول مرة في تاريخ أمريكا وذلك كترحيب بالشهر الفضيل اللهم تقبل منهم صالح الأعمال تزامن مع دخول شهر رمضان انتشر مقطع لرجل حديثه عن أول رمضان بدون زوجته وإنها كانت ثلاثين سنة شاي للبيت فعلا البعض لا يشعر بقيمة الشيء غير لمن يفقده لكن نقول شكرا لكل أم شكرا لكل بنت وشكرا لكل أختي اللي قايمين دائما على صفرة الفطور وصفرة السحور يعطيكم ألف عافية ثلاثين سنة وهي شاي لها البيت ما يسوي حتى فطورنا وسحورنا اللي هي وهذه السنة فاق دينا أقول لي والله هنا كل الأحوال راضين ونجاة طيقة نستعيد ونسمي أول سنة بعد السنين الثلاثين عساك في الفردوس يا بنت عمي لكن من العيار الثقيل بين أحد الأشخاص وعامل محطة يا جماعة الخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد وبالقوة لكن الشديد الذي يتمالك نفسه هو وقت الغضب طيب السؤال ليش الغضب؟ لأن الغضب واحد من أقوى المشاعر وأعلاها عند الإنسان عشان كذا حبيبي منك له وقت ما تكون صايم حاول تتمالك نفسك حاول تتحكم بمشاعرك وبلاش مشاكل وبلاش فضائح ولا ضربوا 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 إبراهيم الفريان وفيصل العيسى كانوا حديث مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية رمضان والموضوع ما فيه أن عبد العزيز المريس الغرد وقال أنه شباب البم هالسنة راح يكون نار اتدخل بالموضوع الفريان وقال لا يزيزو ما راح ينجح شباب البم عشانك طلعت فيه وشباب البوم طلبوني لكن شهرتي اتفوق المسلسل واعتذرت من هنا انطلق القصف من فيصل العيسى وفانزاته بعد ما نشر محادثة مع الفريان والدنيا ولعت بينهم في الاخير انتهت بالبلوكات بايدين يهنئ المسلمين بشهر رمضان وقال يعلمون القرآن الكريم فمن يعمل مثقالة ذرة خيرا يرى ليأتي الرد سريعا من احد المغردين في تويتر لو تركحها معنا بالتراويح ما في نفط متابعين سوالي في رمضان يجدد بكم اللقاء في الحلقات الجاية كالعادة احب اقول لكم لا تنسون اشتراك ولا تنسون يتابعوني على السناب شات يجدد بكم اللقاء معي انا عبد الرحمن السيد في حلقة جديدة في امان الله